اشتركوا في القناة 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 من خلال تحقيق الانجازات الرياضية سوف يتم رفع الشباب في هذا المجال الرياضي بينا لهم ان هناك تجربة فريدة لمملكة البحرين وهو انشاء مدينة الشباب 2030 اللي كان يحوي ابرز المجالات والتخصصات اللي يحتمون فيها الشباب في هذا الوقت وفي هذا الزمن التقني ايضا وضحنا لهم بان هناك مبادرة جدا مهمة للبحرين في مشروع سطراء الشباب العربي بالاضافة الى وضحنا لهم بان هناك دوري لرياضة والمراكز الشبابية يسمى دوري خالد بن حمد ووضحنا بان خالد بن حمد هو شاب اليوم رياضي يهتم في الرياضة ويهتم بفئة الشباب وهذه المبادرة ايضا تختص بفئة الفتيات وايضا لذوي اللعاقة وذوي الاعاقة ايو نعم بالاضافة الى جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي وجائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد العالمي للإبداع الشبابي اللي بينا لهم بان هناك 12 دولة شاركت بهذه الجائزة ايضا كانت بعض النقاط لابد لنا ان نوضح بان هذا الشباب سواء كان في مملكة البحرين او في العالم او في الدول الاخرى بانها لديها تحديات تواجهها ان كانت تحديات على المستوى المحلي او ان كانت تحديات على المستويات اخرى فنسبة البطالة قد تكون في مملكة البحرين نسبة بسيطة ولكن في دول العالم تتصل نسب البطالة الى نسب عالية جدا التحديات الاخرى من ارتفاع عداد السكان والتيارات التخريبية اليوم اللي تستقطب فئة الشباب وتقسل عقولهم اللي يستغلونها الجهات بحيث انها تعمل بلبلة وتعمل نوع من الخروج عن القانون في دولهم لابد ان نضع يعني دراسة في هذا المجال لكي نشغل الشاب اليوم في امور تعني هو وليس تعني امور اخرى هي اهداف سياتي وانجاء اجندات دول اخرى وكانت لدينا توصيات عديدة من ابرزها ان ندعو البرلمانات تشجع الشباب وتأخذ بالبحرين ايضا يعني من خلال تجربتها ايضا كنموذج في الاملية السياسية اضافة الى سن قوانين في تمكين الشباب في مجالات مختلفة ثقافية سياسية واجتماعية وكذلك استصادية ايضا من مدينة سان بوترسبورغ الروسية دكتورة سوسا تقوي كنت معي على الهواء مباشرة عبر الهاتف شكرا جزيلا لك